أعزائي الطلاب الصف الخامس الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وههلا بكم معايا ودرس جديد من دروس مادة الدين وهو درس خروج موسى عليه السلام من مصر ولكن قبل ما نبتدي الدرس بنحيي صديقتنا الطالبة مايار أشرف عمار هي طالبة معانا هنا متابعة للقناة وإن شاء الله ربنا يوفقها ويوفقك جميعا نبتدي مع بعض يا أولاد الدرس جاء فرعونه بالسحرة المهرة يعني بالسحرة الشطرين لكي يواجه موسى عليه السلام علشان يواجه سيدنا موسى عليه السلام ويثبتوا أنه ليس نبيا كما يدعي هو فرعون جابهم ليه أولاد علشان يثبتوا أن سيدنا موسى بيجذب وإن هو مش نبي من عند الله ولا حاجة وكان يوم اللقاء هو يوم الزينة إن فرعون لما سيدنا موسى راح قال له أنا رسول الله هو وأخوه سيدنا هارون عليهما السلام طبعا فرعون طبعا كان بيقول إيه أنا ربكم الأعلى فإزاي أنا الإله وموسى جاي يقول إن هو ليه إله إزاي فطبعا حاب يكذب سيدنا موسى وخاف إن الناس تؤمن به فقال له إيه هنتفق على يوم اللي هو يوم الزينة اللي قدامنا ده وهنيجي فيه أنا هجيب السحرة بتوعي وإنت تيجي وهنشوف إن أنت مش ساحر هو كان بيتايم سيدنا موسى بالسحر فاختر فرعون في اليوم ده السحرة المهرة الأزكية اللي حيثبته إن سيدنا موسى بيكذب وإن هو مش نبي فاتفقوا على يوم سيدنا موسى يجي وكمان مين السحرة اللي اخترهم فرعون وفي اليوم ده اتفقوا على يوم اللقاء اللي هو يوم الزينة الذي اجتمع فيه أهل مصر ما هو فرعون زي ما احنا عارفين كان فرعون مصر أو حاكم مصر اجتمع أهل مصر ليشاهدوا هذه المواجهة بين نبي الله تعالى وسحرة فرعون نيجي لمواجهة الحق بالباطل كان الزحام شديدا في ذلك اليوم كل الناس جاي مشتاء يطر إلا هيحصل بن موسى وبين السحرة بتوع فرعون حيث ينتظر الجميع المواجهة بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون الذي بدى شديد الاهتمام بنتيجة هذا اللقاء فرعون كان هيتجنن بقى عاوز يعرفه كمان يترى إلا هيحصل مين هيتجنن منها ينتصر السحرة بتوعي ولا موسى كان السحرة واثقين بمهارتهم السحرة اللي اخترهم موسى فرعون يا أولاد كانوا واثقين أوي إنه هم اللي هيكسبوا وهم الأزكياء وهم اللي شطرين وبأن النتيجة ستكون لصالحهم فقال لموسى فقالوا لموسى عليه السلام السحرة يعني قالوا لسيدنا موسى كما قال الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين طبعا بيقولوا كده هم التنكين أوي يلقي إيه أولاد سيدنا موسى كانت معجزة اللي وراها الفرعون علشان كده قال له أنت ساحر وهجب لك سحرة يثبته أن أنت ساحر وأن أنت مش نبي ولا حاجة إن العصر بتاعت سيدنا موسى لما يرميها على الأرض تتحول لثعبان ضخم فالسحرة طبعا جولوا علشان يعملوا نفس السحر هيرموا عصيان على الأرض وحتبقى إيه تعابين يعني سيدنا موسى هو كمان ساحر مش نبي هم عايزين يثبته النظرية دي فقالوا ربنا عز وجل هو بيحكي إن السحرة قالوا إيه قالوا يا موسى إما أن تلقي يعني ترمس العصاية بتاعتك قبلنا وإما أن نكون نحن الملقين أو إحنا نرمي العصاية بتاعتنا قبلك العصيان بتاعتنا لكنه عليه السلام كان أشد ثقة بربه سبحانه وتعالى يعني هو كمان كان عنده ثقة في نفسه وثقة بربه عز وجل لأن طبعا معه ربنا فقال بل ألقوا ارموا إنتوا العصيان بتاعتكم الأول فقام السحرة بالخدع فضلوا يعملوا الخدع بتاعت السحر يبقى إنكم هم بيعملوا حاجهم ما أصلا خفت يد وألقوا ما بأيديهم من حبال وعصي وعصي رموا على الأرض الحبال والعصي اللي بدنا عليها العصيان في لغتنا اللي هو جمع كلمة عصى عصي فذهل الناس ألقوا الحبال اللي كانت في إيديهم والعصي فذهل الناس الناس كانت في جهول وخافوا مما رأوا ليه كان في أيام سيدنا موسى يا أولاد حاجة اسمها سحر التخيل يعني تخيلهم أو توهمهم إن الحبال والعصي بتتحرك كأنها إيه حيات حقيقية إن الحبال والعصيان اللي ترامد دي كأنها إيه كأنها تعبين حيات قال سبحانه وتعالى ربنا عز وجل هو بيقوله هو بيحكي لنا في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم خوفوهم وجاءوا بسحر عظيم الناس الشياطين بتخلي يعني فيه حاجة اسمها سحر التخيل الناس بتتواهم أو بتتخيل حاجة لأن يعنيهم بتسحر بيسحرها الشياطين أو السحرة فشفوا أن الحبال والعصي تحولت لإيه لحيات استرهبوهم يعني إيه خوفوهم وهناك خاف الناس مما خيل إليهم من الحيات والثعابين التي تسعى لما الناس خيل إليهم أن الحبال والعصي دي تعبين اترعبوا اتفزعوا قال تعالى فإذا حبالهم دي نتيجة بقى الحبال اللي ترامد بقى الصحرة فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى كي أنها حيات قعدة تمشي تتمشى هنا جاء دور موسى عليه السلام ده ذور سيدنا موسى فأوحى إليه ربه وزيد لجلاله أن يلقي عصاه ربنا عز وجل أوحى لسيدنا موسى أن ألقى عصاك ارمي يا موسى عصاك أنت كمان التي ابتلعت كلما ألقى الصحرة بس حصلت معجزة كبرى بقى دول كانوا مهرة الصحرة خلوا بالكو فسيدنا موسى كل ده معمول علشان يباني سيدنا موسى بيجذب وأنه مش نبي فسيدنا موسى لما ربنا عز وجل أوحى إليه أن ألقى عصاك ارميها إيه اللي حصل يا أولاد اتحولت عصا سيدنا موسى لثعبان ضخم جدا أقوى وأكبر وأضخم من مين من التعبين اللي ألقاها مين أو اللي خيلت في أعين الناس بتاعت المي بتاعت الصحرة فابتلعت العصا أو الثعبان بتاع سيدنا موسى كل الحبال اللي كانت موجودة اللي كانت الناس شايفها تعبين فطبعا ده منظر مفزع قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون يعني إيه الحية بتاعت سيدنا موسى أو العصا لما تحولت لحية فضلت تأكل كل التعبين الموجودة في بقاه تلقف ما يأفكون يعني لا تمر بشيء من حبالهم وخشوا بهم التي ألقوها إلا ابتلعته طبعا ده منظر مفزع أكتر من منظر السحرة فنظر أمام الناس الفرق بين ما ألقى موسى عليه السلام من معجزة حقيقية وما ألقاه السحرة من خداع من خداع للعيون والأذهان قال تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون عرفوا إن الحق هو مع مين مع سيدنا موسى وإن سيدنا موسى مش ساحر لأنه لو كان ساحر كان عمل حاجة زيهم ثعبان صغير على قد اللي هم عملوه إنما لما تتحول عصال لثعبان ضخم يبقى الموضوع أكبر من أنه يكون سحر لذلك كان أول من آمن برسالة سيدنا موسى عليه السلام في تلك اللحظة كانوا مين السحر أنفسهم لأن عرفوا قوتهم صفر إذن وهم سحر عارفينوا أنهم سحر إذن إذن اللي حصل مع سيدنا موسى كانت معجزة مش سحر إذن السحر أول من آمن بسيدنا موسى في تلك اللحظة الذين أدركوا أن ما قام به موسى عليه السلام ليس خدعة سحرية ولا هو من عمل البشر لا ده مش من عمل البشر خالص قال تعالى فألقي السحرة ساجدين سجدوا لمين لرب العالمين قالوا إيه قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سيدنا هارون اللي هو النبي أخو سيدنا موسى عليه السلام أو عليهما السلام بعد كده استمرار استكبار فرعون فرعون عمل إيه أولاد لما شاف المشهد ده وعرف أن سيدنا موسى على رؤوس الأشهده هو النبي من أنبياء الله وأن اللي حصل معه معجزة مش سحر لكن هذا كله لم يجعل فرعون يخضع للحق الذي شاهده بعينيه كان رجل عنيد لأنه ما كانش متواضع حتى يقول نفسه على نفسه نبي يقول على نفسه مثلا حاكم أي حاجة إنما قال إيه يقول على نفسه حاجة عادية إنه حتى نبي أو كده إنما كان إيه أولاد كان بيقول على نفسه أنه هو إله فعلشان كده كان بيحارب سيدنا موسى إنه ما فيش إله غيري أنا إله مصر كان بيقول أنه إيه أولاد الإله فلم يؤمن بموسى عليه السلام ولا برب العالمين ما أمنش بربنا عز وجل بل توعد السحرة الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى بعذاب أليم توعد مين إنه هيعذبهم عذاب شديد السحرة بتوعه لأنهما لما آمنوا بسيدنا موسى فضحوه أكتر فألتبنا أنتقم منكم قال تعالى وهو بيحكي لنا عن فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون من بيقول لهم فرعون بيقول لهم ده كبركم اللي أعلمكم السحر قال لهم ها يعقبهم إزاي بقى لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قال لهم هقطع أيديكم ورجليكم وأصلبكم بعد كده نجات بني إسرائيل ظل بنوا إسرائيل يعانون القهر والظلم على يد من يولاد فرعون وملائه يعني فرعون وقومه كانوا بيعذبوا بني إسرائيل فضل يعذبهم حتى جاء أمر الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ربنا أمره بإبقاه بأن يجي مع بني إسرائيل ويتوجهوا ناحية البحر اللجمع بني إسرائيل اللي هم اللي فرعون بيعذبهم وروح ناحية مين البحر لأن طبعا فرعون كان مصري أولاد لكن بني إسرائيل كان فرعون دايما يعذبهم فربنا عز وجل حب يرفع عنهم العذاب فأمر سيدنا موسى أنه يجمعهم ويروحوا ناحية البحر قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف درك ولا تخشى قال له روح أنت وبني إسرائيل عند البحر طب هيمشوا إزاي في البحر ما هو أمره طبعا إحنا عارفين أن عصى سيدنا موسى كانت معجزة المعجزة الأولى لما تحولت لعصى ضخمة وكلت كل إيه أو بلعت كل ثعابين أو حيات اللي هي الحبال بتاعت وعصي السحرة طب المعجزة التانية للعصى دي إيه إن ربنا عز وجل أمر سيدنا موسى إنه يضرب البحر فتحولت لطريق يمشوا فيه في وسط البحر دي كانت طبعا معجزة دركا لا تخف دركا يعني إيه أوعى تخاف أن يدرك كفرعون أي لا تخاف أن يدرك كفرعون يعني فرعون يا موسى مش هيلحقك ما تخافش اضرب بعصاك البحر فإيه اللي هيحصل هيتحول البحر اللي هو مكان ضربة العصى لطريق هتمشي فيه إنت والبني إسرائيل في البحر إنتوا ماشيين على اليابس أو على أرض بفضل الله دي معجزة وحواليك يمينك وشمالك مية لكن أنت وبني إسرائيل مشيين في إيه في طريق وما تخافش إيه من أن يدركك فرعون فرعون مش هيلحقك علشان يأذيك لكن فرعون وجنوده تبعوا بني إسرائيل حيث ذهبوا مش ورى مين جاب جنوده ومش ورى بني إسرائيل قال تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فرعون عمل إيه جاب جنوده وفضلوا مشيين ورى سيدنا موسى حتى لحقوا ببني إسرائيل الذين وجدوا البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم قبل ما سيدنا موسى عليه السلام يضرب البحر بعصاه بني إسرائيل اتفزعوا لأوا فرعون واقفوا وراهم هو والجنود وقدمهم مين البحر طب هيعملوا إيد الوقتي فأصابهم اليأس وقالوا اتفزعوا إنا لمدركون يعني ده فرعون هيبوتنا يا موسى نعمل إيد الوقتي قدمهم البحر ووراهم مين فرعون وجنوده لو لحقوهم هيقتلهم على طول سيدنا موسى عليه السلام كان على يقين بأن رب العالمين سينجيهم كان عارف أن ربنا على يقين أن ربنا ينجيهم فألهم إيه كلا إن معي يا ربي سيهدين يعني أن ربنا مش هيسبني ليه ولقد كانت ثقة سيدنا موسى عليه السلام بربه سبب نجاته سبب أن ربنا نجيه إن كان عنده ثقة بربه أن ربنا ينجيه فقد خلق له ولقومه طريقا للنجاة زي ما قلت لكم أوحى الله تعالى إليه إيه أن يضرب بعثاه مياه البحر التي أطاعت ضربته الشريفة وانقسمت إلى جبلين عظيمين وبينهما يابس طريق يابس كان جبلين عظيمين يا أولاد اتحولت بضربة سيدنا موسى بعصاه البحر إلى جبلين وفي النص الطريق اللي هيمشي عليه مر عليه بني إسرائيل بسلام إلى الجانب الآخر قبل أن تعود المياه وتنغلق على فرعون وجنوده ربنا عز وجل ليه خلق الجبلين دول في الوقت ده يا أولاد علشان المية ما تجيش على سيدنا موسى وبني إسرائيل فيغرقوهم فحماهم أني منهم مشملهم جبل جبلين وفي النص الطريق زي ما أنا قلت لكم هو الطريق ده فين في نص البحر وتغرقهم لحد ما تيجي يعني تحميهم لحد ما يجي فرعون وجنوده وبعدين إيه المياه دي تغرقهم هما بقى تغرق فرعون وجنوده وهم يحولون اللحاق ببني إسرائيل قال سبحانه فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق يعني انقسمنا الصين فكان كل فرق كالتوضي العظيم يعني كانت كل قطعة انفصلت من البحر زي الجبل العظيم وأزلفنا ثم الآخرين يعني قربنا آل فرعون من البحر علشان إيه ربنا ينتقم منهم وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين يبقى رب العز وجل نجى مين وأغرق مين نجى فرعون وبني إسرائيل أو قومه وأغرق مين فرعون وجنوده في الوقت ده عبر بنو إسرائيل عبر بنو إسرائيل أي أولاد إلى سحراء سيناء عدوا البحر ووصلوا إلى سحراء سيناء اللي هي المصرية طبعا بعدما غرق فرعون وجنوده في الماء يبقى ربنا نجاهم وغرق فرعون وجنوده لتبدأ مرحلة جديدة في حياتهم مع أنبيائهم عليهم السلام طبعا ما كانش سيدنا موسى الوحده والنبي كان أخوه كمان سيدنا هارون عليهما السلام وصلوا فين علشان يبدأوا مرحلة جديدة مع أنبيائهم بأرض سيناء وغيرها من أراضي الله عز وجل درس جميل ورائع ودلوقتي نخص الدرس في سؤال وجواب لماذا جاء فرعون بالسحرة المهرة لكي يواجه سيدنا موسى عليه السلام ويثبتوا أنه ليس نبيا كما يدعي طيب لماذا اجتمع أهل مصر في يوم الزينة طبعا اجتمعوا ليشاهدوا المواجهة بين من ومين بين نبي الله موسى عليه السلام وسحرة فرعون صفحان السحرة يوم اللقاء حالهم إيه قبل ما يؤمنوا بربنا كانوا واثقين بمهارتهم وبأن النتيجة ستكون لصالحهم أنهم أكيد جايين عندهم ثقة أن أكيد هم هيغلبوا سيدنا موسى أذكر دليلا على أن سيدنا موسى عليه السلام كان شديد الثقة بربه في ذلك اليوم عندما سأله السحرة وهم متنكين كده بيقولوله إيه قبل ما يؤمنوا هل ستلقي عصاكة أم نلقي نحن فسيدنا موسى رد عليهم بمنتظ ثقة وقال لهم إيه بل ألقوا لا إرموها أنت الأول ماذا كان رد فعل الناس بعد إلقاء السحرة الحبال والعصي؟ طبعا ذاهل الناس وخافوا مما رأوا لتوهمهم أن الحبال والعصي تتحرك كالحياة الحقيقية طب يا أولاد ما نتيجة إلقاء موسى عليه السلام عصاه كما أمره الله تعالى؟ طبعا واحد ابتلعت العصى كل ما ألقى السحرة اثنين ظهر أمام الجميع الفرق بينما ألقى موسى عليه السلام من معجزة حقيقية وما ألقاه السحرة من خداع للعيون والأذهان ثلاثة آمن السحرة برسالة سيدنا موسى عليه السلام لماذا كان السحرة أول من آمن برسالة سيدنا موسى عليه السلام؟ طبعا لأنهم عرفوا أن ما جاء به موسى عليه السلام لم يكن سحرا مهم كانوا سحرة وعرفين لو كان سيدنا موسى السحرة كان زوان عمل زيهم إنما كان أقوى منهم إذن الموضوع كبير بل هو معجزة حقيقية من الله تعالى ما موقف فرعون بعد حدوث المعجزة وإيمان السحرة لم يؤمن بموسى عليه السلام ولا برب العالمين وتوعد السحرة الذين آمنوا بالله عز وجل بعذاب أليم بما أمر الله تعالى موسى عليه السلام بعد أن عانى بني إسرائيل القهر ربنا أمروا بإيه؟ أمره الله تعالى بأن يجمع بني إسرائيل ويخرجوا من مصر طيب ما موقف فرعون؟ تبع فرعون وجنوده بني إسرائيل ما هو سيدنا موسى خدهم مشي وفرعون مش عاوز حيث ذهبوا تبعهم فرعون حيث ذهبوا حتى أدركوهم ونحقوا بهم هو كان عاوز يقتلهم بما شعر بني إسرائيل حين وجدوا البحر أمامهم وفرعون وجنودهم من خلفهم طبعا شعروا باليأس بالإحباط يعني قالوا نحن ميتين ميتين قدامنا البحر هنغرأ ومن ورانا فرعون هيقتلنا لأنهم ظنوا أنه لا مهرب لهم حيث وجدوا البحر يسد الطريق أمامهم والعدو من خلفهم طب كيف كانت نجاتهم؟ كيف كانت نجات سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل؟ أمر الله سيدنا موسى عليه السلام أن يضرب مياه البحر بعصاه فانقسمت إلى جبلين عظيمين وبينهما طريق يابس يعني أرض مروا عليها بسلام إلى الجانب الآخر ما مصير فرعون وجنوده انغلقت مياه البحر على فرعون وجنوده لأن المجنون دخل على الطريق اليابس اللي ربنا عمله معجزة لسيدنا موسى بس يمر عليه هو وبني إسرائيل فدخل عليه فرعون ومين؟ وجنوده على أسن يعني هيلحقوه هيقتلوه وهم على الطريق اللي أصلا معجزة يعني مرضيش يشوف أن دي معجزة فوسط البحر طلع منين الطريق ده لأ ده دخل بمنتهى الغرور هو وجنوده ربنا عمل إيه؟ أطبق عليهم المياه من يمين وشمال فغرقوا وهم يحاولون اللحاقة بموسى عليه السلام وبني إسرائيل فغرقوا جميعاً اللي هو مين؟ فرعون وجنوده درس جميل ورائع ودلوقتي نحل الأسئلة مع بعض النشاط الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد جرت المواجهة بين موسى عليه السلام والسحرة يوم إيه يا أولاد؟ وفاء النيل ولا الزينة ولا الحصاد؟ ممتزين برافو يوم الزينة طيب ألقات سحرة حبالهم وعصيهم لإرشاد الناس ولا لتفريق الناس ولا لخداع الناس؟ ممتزين لخداع الناس برافو عليك يا أولاد لخداع الناس طيب شعر الناس بإيه؟ بالخوف ولا الغضب ولا التسلية؟ من أفعال السحرة لما السحرة اتحولت عصيهم للحياة عمل الناس شعروا بالإيه؟ برافو بالخوف أربعة أول من آمن بالله بعد معجزة العصة كان مين؟ فرعون؟ ولا السحرة ولا بنوا إسرائيل؟ برافو السحرة هلك فرعون وجنوده بإيه؟ بريح شديدة؟ ولا بالصائقة؟ ولا بالغرق في البحر؟ ممتزين بالغرق في البحر النشاط الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد الساحر يعلم حقيقة أمره وأنه يخدع أبصار الناس؟ برافو عليكم طبعا الإجابة صحيحة اتنين ثقة موسى عليه السلام بربه كانت سبب نجاته؟ طبعا كانت عنده ثقة عظيمة بربيه عز وجل فكانت سبب نجاته طيب خضع فرعون للحق بعد أن رأى معجزة العصى؟ خضع للحق يعني عرف أن ربنا هو الحق ويصدق سيدنا موسى بعدما شاف معجزة العصى؟ برافو عليكم طبعا كان كافر وعنيد الإجابة خاطئة آمن السحرة بموسى حين تبين لهم الحق؟ طبعا برافو عليكم الإجابة صحيحة نجى فرعون من الغرق وهو يلحق ببني إسرائيل؟ لا طبعا أغرقه الله كما أخبرنا نيجي للنشاط اللي بعد كده بيقول لي يا أولاد املأ الفراغات في الجمل مستعينا بالكلمات الآتية وثقين الحق سيناء نبيا الزحام واحد طلب فرعون من السحرة أن يثبته للناس أن موسى ليس برافو ليس نبيا اتنين كان نقط شديدا في اليوم الذي تحدى فيه السحرة سيدنا موسى عليه السلام كان إيه؟ برافو عليكم كان الزحام شديدا في اليوم الذي تحدى فيه السحرة سيدنا موسى عليه السلام تلاتة كان السحرة نقط بمهارتهم وبأن النتيجة لصالحهم ولكن حدث عكس ذلك كان السحرة إيه؟ برافو واثقين بمهارتهم أربعة ظهر نقط أمام جميع الناس وأن ما فعله السحرة مجرد خداع للعيون ظهر إيه؟ برافو عليكم ظهر الحق أمام جميع الناس وأن ما فعله السحرة مجرد خداع للعيون خمسة عبر بنو إسرائيل إلى سحراء إيه؟ بعدما غرق فرعون وجنوده؟ برافو عليكم إلى سحراء سيناء النشاط اللي بعد كده يا أولاد بيقول لي رتب الأحداث الآتية ترتيبا زمنيا طبعا نرتبها ونكتبها هنا بس إحنا نرقمها أول حاجة بيقول لي غرقوا فرعون وجنوده ابتلاعوا عصى موسى عليه السلام كلما ألقاه السحرة اجتماع الناس يوم الزينة إيمان السحرة بموسى عليه السلام نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل إلقاء السحرة للجبال والعصي إيه أول حاجة حصلت يا أولاد؟ برافو عليكم اجتماع الناس يوم الزينة طب تاني حاجة عملوا إيه؟ إلقاءوا السحرة إن السحرة ألقوا الحبال والعصي ثلاثة إن عصى سيدنا موسى ابتلعت كلما ألقاه السحرة رابع حاجة إيمان السحرة بموسى عليه السلام خامس حاجة نجاة سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل سادس حاجة والأخيرة غرقوا فرعون وجنوده النشاط اللي بعد كلا أولاد بيقول لي اكتب على لساني من حكى القرآن الكريم العبارات الآتية من خلال الدرس واحد قال كلا إن معي ربي سيهدين من القائل؟ برافو عليكم سيدنا موسى عليه السلام طيب قال آمنتم له قبل أن آذن لكم من القائل؟ برافو عليكم فرعون تلاتة إنا لمدركون من القائل؟ برافو عليكم بنوا إسرائيل أربعة إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين من القائل؟ برافو عليكم سحرة فرعون إن شرط اللي بعد كلا أولاد بيقول ضع لم تصح أمام ما تعلمته من قصة موسى عليه السلام واحد المؤمن واثق بنصر الله سبحانه وتعالى له ولا يخاف أبدا طبعا الإجابة صحيحة يعني نتعلم ده من قصة سيدنا موسى طيب معجزات الأنبياء أمور خارقة للعادة يؤيد الله عز وجل بها أنبياءه وليست خداعا للناس أكيد طبعا الإجابة صحيحة تلاتة من أسباب الكفر بالله عز وجل الكبر والعناد أكيد طبعا أربعة إذا تعرض المؤمن للمحن والشدائد شعر باليأس والإحباط كده لأ طبعا غلط إذا تبين للإنسان الحق فعليه أن يتمسك به أكيد طبعا الإجابة صحيحة النشاط اللي بعد كنا يا أولاد اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد آمن فرعون ولا جنود فرعون ولا السحرة بموسى عليه السلام حين ظهر الحق وبطل السحر من اللي آمن؟ برافو السحرة اتنين عبر بنو إسرائيل إلى سحراء إيه سيناء مدين الفيوم بعد غرق فرعون وجنوده طبعا سحراء برافو سحراء سيناء ثلاثة الإيمان بالله عز وجل كان سبب حيرت ولا أم ثقت أم دهشت سيدنا موسى عليه السلام يوم الزينة كان سبب إيه أولاد ثقت سيدنا موسى عليه السلام يوم الزينة طيب شعر بنو إسرائيل بإيه؟ بالثبات ولا اليأس ولا الاطمئنان عندما رأوا أمامهم البحر وفرعون خلفهم طبعا شعروا بالإيه؟ باليأس بعد كده بيقول لي رتب تتابع قصة سيدنا موسى عليه السلام كما تعلمتها غرق فرعون وجنوده إيمان الصحرة بموسى عليه السلام مواجهة موسى عليه السلام بصحرة فرعون يوم الزينة التقام عصى موسى عليه السلام لما ألقى الصحرة من حبال وعصي أول حاجة حصلت إيه يا أولاد؟ طبعا المواجهة اللي هي مواجهة موسى عليه السلام بصحرة فرعون يوم الزينة طب تاني حاجة حصلت إيه يا أولاد؟ طبعا أن التقمت عصى موسى عليه السلام حبال وعصي من الصحرة لما ألقوها طب تاريت حاجة أن آمن السحرة بموسى عليه السلام ربي حاجة غرق فرعون وجنوده نيجي للنشاط اللي بعد كده اقرأ الآية ثم أجب عن السؤالين الآتيين قال آمنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسمنا الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السح فلسوف تعلمون على لسان من وردت تلك الآية الكريمة برفع عليكم طبعا وردت تلك الآية الكريمة على يد مين؟ على يد فرعون هو اللي قال لهم آمنتم إزاي تؤمنوا به وهو أكبركم اللي علمكم السحر فلسوف تعلمون يعني بيتوعدوا منها يعقبهم طب إلى من يوجه حديثه؟ رفع عليكم يوجه حديثه لمين؟ للسحرة طب من نتائج المترتبة على إيمان من ذكروا في الآية الكريمة السابقة إن نتائج اللي ترتبت على إيمان النس دي اللي هما السحرة طبعا يا أولاد كانت النتيجة أن عاقبهم فرعون بالصلب وقتلهم آخر نشاط في درسنا النهاردة أكمل الشكل التالي من معجزات سيدنا موسى عليه السلام أو من معجزاته العصى واحد فابتلعت كلما ألقاه مين؟ برافو كلما ألقاه السحرة من عصي اتنين العصى عمل بها إيه سيدنا موسى ثاني؟ ضرب بها مياه البحر فانقسمت إلى برافو جبالين عظيمين وبينهما وبينهما طريق برافو وبكده يا أولاد نكون أنهاينا درس اليوم إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم